بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم في فيديو جديد عايزين نحن نعمل مع بعض المراية دي المراية دي يعني من الترندات اللي هي المشهورة قوي وان شاء الله غرفتنا نعملها نقدر نعمل اي شكل مراية تاني تمام يعني عملت معاكم اشكيل مرايات كتير كده لحد دلوقتي وما كتير ولا مش كتير والله ما فاكرة ومروح برضو نعملنا مع بعض كده شكل مروحة كده ويعني كده شكل فيهم فالفيديو بتاع ما عرفش ان هي بقا ينزل اول المروحة ولا المراية فاللي ينزل الاول بقا روح وشوفوه وما عنا بوكيهات ميادي الكاتب كتاب باكيجات الكاتب كتاب والبروش والحاجات دي كلها طيب بسم الله كده اول حاجة طبعا اللي هي غانية عالتعريف اللي هو بيه 7000 تمام والخشبة دي اللي هي المراية نفسها بتبقى خشب بتعمل بقا الشكل اللي انتوا عايزينه ده شكل الشمس شوية فهو بقا شكله كده مفر بيجي كتعطين والمراية نفسها واللي هو بقا الاستراثات او الاستراثات بتاعت المراية هنا انا استخدمت الحبل الالماز ده طبعا هو بيتباع بالمتر او ممكن نجيبي اللي هي زي شلة كده مرة واحدة مع بعضها متوفرة عندي على التليجريم لو انتوا حابين واللي ده طبعا متوفرة وكل حاجة متوفرة حتى الخشب ده كمان متوفر ده خشب ليزر من عند اي حد بتاع قص ليزر يقص لك الشكل المراية اللي انت عايزيه مدورة مربعة مستطيلة نجمة فراشة اللي انتوا عايزينه تمام نقدر بقا نقص الحبل ده بتاع الالماز تمام نبتدي ان احنا نقصه بالمنظر ده اول حاجة انا عملت القطار يعني زي ما انتوا شايفين كده القطار بتاعها وبدأت ان انا اوزحها صف في صف طبعا هي ممكن الموضوع مش سهل زي ما انتوا شايفينه بياخد وقت شوية ومحتاجة برضو يعني انا طبعا مصرعة الفيديو عشان الوقت طبعا بس ده مش معناه ان هو صعب ومستحيل لا انا اقصد ان هو بياخد بعض من الوقت شوية مش اللي هو سريع زي ما انتوا شايفينه في الفيديو كده طبعا بنقيس وبنقص ممكن طبعا تقصه انا تقصه الاول بعدين تقصه او تحطوها كده زي ما انا عملت وتقصه هنا بقى انا قلت بقى لقى ما بديهاش احنا ان احنا نوزع اللازق كله عليها بما ان انا قلتلكم قبل كده ان اللازق ده احلى حاجة فيه ان هو ما بينشافش بسرعة قوي فبياخد وقت غير الامير الامير هتحتاج انت يا دوب تحطي كده بالضبط مش هتعافظ حركية تاني لكن ده لقى نقدر نحرك فاحلى حاجة في حاجة زي كده اللي هو البي سبعة الاف ده نقدر نحرك ونرس الصفوف جنب بعضها خلي بالكو هو بجدوه شوية فانتوا هتيجوا ايه مش هتعملوا كله مقاس واحد فانتوا اه الحروف هتعملوها كده وفي النص الموضوع هيبقى صعبة شوية عشان كده حابة ان انا اوريكوا تغسيلي في النص كمان انا حتى هعمل جنب هاملها كله وجنب تاني مش هاملها كله فانتوا طبعا حسب ذوقك وحسب ما انتوا عايزين تمام الاماص ده بصراحة بيضيف لمسة جمالية جدا للمراية بصوا هنا الحركة بتادت تبطأ ليه لانها انا خدت معايا وقت اكتر من اللازم فاللازق كان نشف شوية زي ما قلتلكم هو زي ما يكون بياخد وقت في الاول نوا ينشف وبياخد وقت خالص نوا ينشف خالص بصوا انا كده حاس ان هو تمام ان هو نشف اهدى قصدي ان انا عايز اوريكو ان احنا ممكن نسيبها كده بس انا لق عدت تاني على اللازق تاني وقلت بقى لقى هكملها كلها عشان نعملوكوا واحدة كاملة كلها ولو عايزينها مش كاملة برضو يبقى انتوا معاياكو الجزئين متاحين ممكن على فكرة كمان المرياتي تعملوها سيلفر لو انتوا حاسين ان مش عايزين لابيت دايبان خالص فممكن تعملوها خشب سيلفر فيه كمان ناس بتعملها اكليريك سيلفر خلي بالكم بيعلي في سعرها الضعف فبرضو خلي بالكم النقطة دي عشان برضو انتوا بتعملها بصوا التفاصيل بقى صغيرة بدأ ان احنا نصغر خالص عشان نوصل لمرحلة ان احنا نعمل حتة اللي في النص دي بس وسهلة جدا ومش باين اي حاجة كنها زي الشاسيهات اللي ببرة اللي هي مكلفة الغالية جدا ايه رأيكم اليد دي تقدروا تعملوها على اي شكل مراية اي شكل مروحة اي حاجة تقدروا تعملوها بيها هي بس كل فكرتها ان انت بتحتاجي ترسي بصفوف جنب بعضها وبياخد منك ببعض الوقت ونظام كده وزوق طيب نيجي على الاسم انا هبطيج ان انا اعمل اسم طبعا الحتة اللي في النص دي نقدر نحط فيها مراية بكل سهولة انا بصراحة كنت حاسة لو انا كنت نضيفة المراية كده هتبقى احلى كتير ايه ده شبه الاكليريك كده بدي الاكليريك بس هو مش خشب هو مراية ولو عايزين برضو الاسم كده تقصوه الاسم اللي انتوا عايزينه متوفر على التليجريام طبعا متوفر اسم كتعة واحدة كتعتين حروف زي دي اللي انتوا عايزينه انا بس كنت حابة ان انا اكتب كلمتين فحبيت ان انا اعملهم مع بعض كده بالطريقة دي لكن طبعا لو هو كلمة واحدة هتبقى اسهل بالنسبة لكم وعايز اقول لكم برضو دلوقتي طالع اوي تريند ان نحط مراية قدام وورا فبصراحة كنت حاسة انها تبقى قلطف كتير شلت طبقة الحماية اللي عليها ويه لزقتها عادي جدا باللزق اللي احنا عايزينه هنا كنت حابة حط دي بس انا لقيتها انها مش مناسبة خلص مع الزقفة لأ شلتها يعني وده كنت حابة ان انا ساورها لكم ليه عشان تشوفوا ده زقك الواحد لما بيجي ينفذ ما بينفذش حاجة كوبي زي الصورة لأ احنا نعمل معانا خماتنا نجرب يا طب الافواية حلوة ولا البيضة طب لو احنا حطنا الالماظ مع الدوران ده هيبقى حلوة لأ بس طبعا لو في مراية المراية بتحدد الدايرة بتاعتها نقدر بقى نحط الفريم السيلفر او الالماظ او اي حاجة عليها طيب يا مي هنعمل اول حاجة الفروع بتاعت الشمس دي هنعد او هنقيس زي ما انتوا عايزين نبتدني حنقص فرع فرع دي اكتر حاجة متعبة بالنسبة لكم وهتاخد معاك وقت انتوا متخيلين كل شوفوا كام فرع من الفروع ده هنقدر هنملاه كله ألماظ فهتخيلوا بقى اعملوا واحدة بعدين قيسوا عليها او انتوا لو بعانيكم كده تدروا تعدوا وقيسوا عليها كده تمام المقاس ده بالضبط تقريبا ستة ستة واحدات يعني هي بالشبه يعني عايز اقولكم ان الاختراع ده فوق الرائع بجد طبعا الألماظ ده يعني أمر جدا ده بصوا حاجمه عامل ازاي حبيتنا انا برضو ابطأ عشان تكون واضحة عملنا منه النهاية بتاعة البوكي ده عشان بس لما نيجي نعمل ننفذ البوكي ده مع بعض تبقى انتوا عارفين النهاية دي اللي استخدمناها في ده تمام نستخدمها مع بعض في حاجات كتير ايو صراحة تنسوش بقى تقولي رأيكم في الكومنتات على البوكي الأمر ده تمام نبتدي بقى ان احنا نحط نقطة لزق بيسهل معانا جدا بيسهلها بصوا لزقنا بقى ايه انا عملت ايه الاطار الاطار الولي والاطار الحرف خالص بتاعها اللي هو فصل الألماظة الصغير ده تمام وحسب بقى ما انتوا عايزين حطوا بقى لزق براحتكو وبتدوا بقى لزقوا الفروع دي طبعا عشان الوقت بس ما انتوا كدوا عرفتوا هنعمل دي قدام وكمان ورا المراية هنعملها برضو بنفس الفكر تمام يا رب تكون بالنسبة لكم سهلا بصوا الألم برضو بيسهل جدا الألم ده متوفر عندي على التجريم برضو بسعروا كل حاجة تستضموه في اي حاجة بقى فيها ألماظات الرص والحاجات دي بيسهل عليكم جدا بنحط لزق على الحرف وبعدين بصوا بقصة كمية وبعدين بحط لزق وبعدين بقى برصوهم طبعا عم سرعة سرعة جدا الموضوع بياخد وقت كبير وليل كده في الكومنتات تفتكروا دي سعرها كام أو الدوها رنجة سعرها أو في المكان أو الباد اللي انتوا فيها دي بتتبعها بكام نحتاجة بجد دعرة سعرها عشان انتوا عارفين ماي بتعملكوا الشغل تمام بس بس ما شاء الله علي في التسعير احنا زي الفل زي بعض والله العظيم نتلت كايننا عشان أسعر لها شغلها والله العظيم احنا زي بعض بالضبط يا جمع تمام بصوا بقى احنا بدأنا نعمل فريم بقى بتاعها كده بالشكل ده يعني يا رب يكون البنية واضحة معاكم بعدين بقى ايه خلاص خلصنا تمام طبعا قلتلكوا لو في مراية في النص دايرة هتسهل جدا الفريم بدل من انتوا تعملوا كده انا عملت بقى فريم الموض تمام وغلفت بيه الجودة اللي احنا نعمله هنا هنعمله الناحية التانية الفرق حاجة واحدة بس اللي هي ايه يا مي المراية اللي في النص يبقى انا عملت جنب واحد في مراية والجنب التاني في الاسم طبعا الاسم هنا انتوا ممكن تعاملوه مشابك ويبقى قطعة واحد انا بس هنا عامله قطعتين فعشان كده مديه المسافة دي لكن هو عندكم ممكن تصغروا كمان المسافة دي تملوها بقى الموض وتملوها حاجات زي ما انتوا عايزين ده زقكوا انتوا وشغلكوا وعنيكوا عملنا بقى عملنا بقى الفريم اللي هو الالموض ده تمام ونقص بقى الحتة النهاية وبس انا بسرع بس الحمد لله الفكرة والطريقة واضحة عشان بس ما تحسوش ان الويديو طويل عليكو ورخم هعمل بقى فريم كمان ايه بقى بصو ده فرع لولي ماسك في بعضه كده هو النص لولي برضو بس ماسك في بعضه ده مختلف شوية عن اللي هو اللي اللي احنا بنجيبه الواحدة واحدة لأ دول ماسكين في بعض اكنهم متخيطين كده ونص لولي تمام يبقى في نص لولي فارت في منه ابيض وفي اوفويت وفي ده وفي منه حجمين وفي الالموز تمام يبقى كل حاجات الحمد لله متوفرة اللي انتوا عايزينوا يا جماعة وبيبقى بالمتر يعني حاجة بسيطة كده في النهاية بنقص كده وخلاص لزقت معانا بكل سهولة بصوا بقى الوش الناحية التانية احنا عملنا هنا ايه نفس فكرة برضو انا الفسوس الالموز انا عملت نص لولي فاضل بس الفروع الالموز انا حط نقطة 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 تمام هنا بقى الحتة اللي في النص دي انا ضفت اكتر من واحدة طبعا المراية فمزبطت دني مالية المكان وعملت برضو نفس الفرين بتاعها الالموز وهنا بس انا زودت كام كام تلاتة لولي مع بعض تمام وفي النص ده في فرع لولي كده بيبقى صغير خالص اصغر حجم فضفته في النص كده عشان يدي الفرق ده والإيد طبعا انا ما كملتهاش عشان برضو يبقى واحدة وواحدة تمام طبعا اللي عمل ناحية التانية والشاكل الفيديو الاولاني هيفهم بقى الدنيا دي فيها ايه طبعا ممكن تعملوها قفوية تعملوها ابيض بقى اللي انتو عايزينه هي يعني ناس بقى بتحب تزود حاجات كتير قوي في النص عشان تبقى بينا بس انا حبها تبقى سيمبل طبعا طبعا لو احنا كنا المراية دي كتورة كمان والاسم فوقها اعتقد كان هيبقى احلى كتير بس هزود في زعارها برضو اكتر بس ايه قلتلكو برضو عشان لو انتو حبين او الناس بتبقى حبة انها مراية ناحيتين تمام تمام استنوا بقى ان شاء الله المروحة او روح شوفوها لو هي نسلة تمام بحبوكو جدا يا رب تكونوا نسبة في نفس الفيديو لحد